مجلس أمانات العاصمة 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 والدخول والولوج في شبكة الله والحكومة الإلكترونية الأعضاء أبدو أعجابهم بالعرض الذي قدمه ممثل وزارة شؤون الشباب والرياضة حول المشاريع الحالية والمستقبلية التي ستتولى الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة كان هناك دعوة إلى وزارة الشباب والرياضة لتقديم برامجهم ومشاريحهم في العاصمة في المحافظة اتطرقوا إلى كثير من المشاريع التطويرية من ضمنها اللي هو مشروع تطوير صالة نادي أم الحصم وهذه الصالة بحاجة إلى الأهالي لدعمهم لتقديم المشاركة في البرامج الاجتماعية والرياضية أيضا من ضمن المشاريع أيضا هناك اللي هو تطوير مركز سلمان اللي كلنا نعتز بهذا المركز اللي تخرجت منه أجيال في مجالات ثقافة والعلوم والفنون فأيضا هناك في تطوير إلى بعض الأندية كل هذه المشاريع داعمة إلى الخدمات الموجودة في المحافظة العاصمة اجتماع اليوم سلط الضوء على أهم الخطوات التطويرية التي ستعمل عليها وزارتها الأشغال وشؤون الشباب والرياضة لما له من دور كبير في الارتقاء بمحافظاته العاصمة خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة